موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أبنائي وبناتي طلبة طالبات الصف الخامس لابتدائي أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أول جزء في الدرس بتاعنا وهو التربة النهاردة هنكمل باقي الجزء ده بحيث نبقى لمناه بكل الجوانب وبكل محتوياته اتكلمنا المرة اللي فاتت عن التربة عن اختلاف ملمسها عن إزاي هي من لونها أو من شكلها بتساعد المزارعين أو العلماء في معرفة نوع التربة أو نوع المعادن الموجودة فيها اتكلمنا عن بقايا الكائنات المتحللة وتأثيرها على التربة من حيث اللون والملمس ومن حيث نسبة الخصوبة أو درجة الخصوبة في التربة اتكلمنا عن الفرق بين الأسمدة الطبيعية والأسمدة الكيميائية أو الصناعية المضرة للتربة اتكلمنا عن ليه ما بنزرعش محاصيل زراعية في نفس التربة أكتر من مرة خدنا تعليف التربة خدنا مكوناتها خدنا نشاط بيوضح طبقات التربة شكلها عامل إزاي قلنا ان التربة بتختلف من مكان لآخر سواء زراعية أو صحراوية قلنا ان التربة بتختلف في ملمسها في لونها في مكوناتها قلنا ان مكونات التربة ثلاث حاجات أساسية وهي المعادن ودي ناتجة عن تفتت بعض أنواع من الصخور المكون التاني كان الدبال والدبال ده اللي فاكر معايا هو بقايا الكائنات المتحللة سواء كانت نباتات أو حيوانات بتزيد من خصوبة التربة ثالث وآخر مكون معايا كان المكونات بتاعتنا كانت الدبال وبعد أنواع الحيوانات الحيوانات دي بتشمل بعض أنواع النمل أو الحشرات أو الديدان كده الثلاث أنواع بتوع التربة وتعرفها ومكوناتها وملمسها والنشاط عليها ده كان ملخص موضوعنا المرة اللي فاتت تعالوا نشوف مع بعض تكملة الموضوع المرة دي هتبقى عاملة إزاي مراجعة كده سريعة على مفهوم التربة وعلى تعرفها قلنا مفهوم التربة هو أحد المكونات الأساسية للبيئة حيث أن الكائنات الحية المختلفة لا تستطيع البقاء على قيد الحياة بدونها تكلمنا المرة اللي فاتت عن أهمية التربة بالنسبة للنباتات إنها بتثبتها بجزورها عن طريق الجزور في الأرض وتكلمنا كمان عن إنها بتمدها بالغذاء وبالأسمدة أو بالأملاح والمياه وتكلمنا عن فايدتها بالنسبة للنبات والنسبة للحيوان وبالنسبة للإنسان طيب لو جينا تكلمنا عن تعريف التربة هنقول هي الطبقة العليا السطحية الرقيقة المفككة التي تغطي معظم القشرة الأرضية والتي تنمو فيها النباتات يبقى النباتات بتنمو في التربة أي في سطح الأرض أو في القشرة الرقيقة الناعمة المفككة العلوية لسطح الأرض اللي بتسمى بالتربة تعالوا نخشوا مع بعض عرد عشرة النهاردة الدرس بتاعي النهاردة بدأ معايا وبيتكلم عن عوامل تفتت التربة يعني التربة عندي لو هي مجمدة أو لو هي صخرية إزاي بتتفتت أو إزاي بتتفكك من بعضها وتصبح لجزيئات أو بتتحول لجزيئات عندي 3 حاجات كالعادة قلنا التربة بتاعنا كله 3ات 3 حاجات أول حاجة منهم عن طريق الرياح تاني حاجة عندي عن طريق درجات الحرارة المختلفة تالت حاجة عن طريق اندفاع المياه هنتكلم مع بعض عن كل حاجة منهم بالتفصيل الرياح تاني حاجة تغير درجات الحرارة تالت حاجة عندي اندفاع الماء طب ده بيحصل إزاي أو بيتم إزاي اندفاع الماء بقوة لو انا عندي مثلا فرضنا ان دي جزء من الطربة هي صلبة هي قدامي لو الماء اندفع بسرعة فيها ممكن يبدأ يكسر الجزيئات بتاعتها او يحدث فيها بعض القصور او التفتيتات اللي بتخليها مش جزء واحد زي ما هي بينها قدامي طب ده بالنسبة لاندفاع الماء بقوة فوق الصخور طبعا بتفتت الصخور او بتخليها من كتر الاحتكاك جزيئات منها تبدأ تفك من بعضها او تتقسر وتبدأ تتغير فبالتالي بتغير شكل الطربة وحجمها وكل الكلام ده طيب كذلك الرياح لو عندي رياح شديدة بتعمل زي ما تكون بتبرد طبقات الطربة من بعضها او بتحرق طبقات الطربة دي من بعضها فبالتالي بتغير شكل الطربة فبتؤدي الى تفتيت الطربة تالت واهم حاجة برضو عندي تغير درجات الحرارة هل لو احنا شفنا شكل الارض في درجة الحرارة المرتفعة زي ما يكون في الصيف زي نفس شكل نفس قطعة الطربة دي او نفس قطعة الارض في درجة الحرارة المنخفضة اللي هي في الشتاء طبعا لا بنلاقي شكل الطربة مختلف يبقى اهم تلت عوامل بتؤثر على الطربة او بتؤدي الى تفتيت الطربة تلت حاجات الماء او اندفاع الماء الرياح تلت حاجة واخر حاجة تغيير درجات الحرارة يبقى احنا قلنا مكونات الطربة كانت 3 عوامل تفتيت الطربة برضو 3 تمام نشوف مع بعض الجزء الجاي طبقات الطربة اتكلمنا مع بعض عن ان الطربة دي مكونة من طبقات لما جينا تكلمنا المرة اللي فاتت عن التجربة بتاعتنا او عن النشاط اللي احنا عملناه لقينا ان المخبار بتاعنا تم تقسيمه الى مجموعة من الطبقات كان اعلاها الدبال او اعلى طبقة فيها في الطبقة السطحية او الطبقة العلوية الدبال وفي الطبقة السفلة خالص او اخر طبقة من تحت كانت الحصة تعالوا نشوف مع بعض طبقات الطربة تتكون الطربة من طبقات مختلفة وهي رقم واحد الطبقة العلوية قبل ما نتكلم عن طبقات الطربة كان العادة هم 3 حاجات الطبقة الاولى هي الطبقة العلوية تحتوي على الدبال قلناها المرة اللي فاتت ايه هو الدبال قلنا الدبال ده هو بقايا الكائنات الحية المتحللة سواء كانت نباتات او حيوانات نباتات طبعا متمثلة في الجزول بتاعت النباتات او في اوراق الشبق الشجر المتساقطة وفي الحيوانات الحيوانات اللي بتتحلل وبتموت على الطربة وبتمتصي البقايا بتاعتها واجزاء صغيرة من الصخور يبقى انا عندي طبقة العلوية دي بتتكون من الدبال جزور النباتات طبقة اجزاء صغيرة من الصخور جزور النباتات دي قلنا وظيفتها تثبيت النباتات في سطح الطربة عشان لو جي قال لي برضو النباتات بتكون موجودة فين موجودة في الطبقة العلوية ليه لانه جزور النباتات اللي بتثبتها في الطربة موجودة في الطبقة العلوية ممكن يجي لي سؤال علل أو يجي لي سؤال أكمل تتواجد جذور النباتات في نقط في الطبقة العليا من الطربة طيب تاني طبقة عندي أو الطبقة الرقم 2 هي الطبقة السفلة عندي طبقة عليا طبقة سفلة طبقة صخرية هنتكلم عنهم بالترتيب طبقة العليا قلنا دبال جذور النباتات أجزاء صغيرة من الصخور طب الطبقة السفلة توجد تحت الطبقة العليا اللي هي الطبقة الرقم 2 على طول وتحتوي على أجزاء قليلة أو كميات قليلة من الدبال يعني لو فرضنا أن الطبقة العليا دي فيها مثلا 100% دبال الطبقة الصفلة أو الطبقة الرقم 2 بتحتوي على 30% دبال مثلا تمام تالت وآخر طبقة معنا وهي الطبقة الصخرية تقع تحت الطبقات الصفلة وتنقسم إلى طبقات صخرية مفتتة وهي موجودة بالأعلى وطبقات صلبة وتوجد بالأسفل يعني الطبقة العليا دبال وجزول النباتات وأجزاء صغيرة من الصخور هذه الطبقة العليا الطبقة اللي بعدها توجد أسفل الطبقة العليا وهي اسمها الطبقة الصفلة وتحتوي على نسبة قليلة من الدبال طبقة الثالثة دي بتنقسم معايا لجزئين أو طبقتين داخليتين تمام طبقة الأولى عبارة عن طبقات صخرية مفتتة والطبقة اللي من تحت هي الطبقة الصلبة فبنلاقي من تحت حاجة صلبة جدا دي الطبقة الصلبة فوقيها طبقات صخرية مفتتة ادي اول طبقة من تحت الطبقة اللي فوقيها هي الطبقة الصفلية ودي الطبقة الوسطى ودي بتحتوي على قليل من الدبال الطبقة اللي من فوق وهي الطبقة العلوية وهي الظهرة عندنا واللي بنتعامل معاها فيها كثير من الدبال او بتحتوي على اصل الدبال بتحتوي على جزور النباتات بتحتوي على فتاة صخرية او صخور مفتتة كده عرفنا الثالث أنواع بتوع الطربة أول طبقة كانت كاملة تاني طبقة كاملة تالت طبقة مكونة من جزئيتين الجزء الأول وده اللي موجود من فوق صخور مفتتة والجزء الثاني اللي من تحت الطبقة صلبة كده عرفنا طبقات الطربة ومكونات كل واحدة فيهم يعني لما يجي يقول لي مثلا طبقة من الطربة تحتوي على نسبة قليلة من الدبال ما ينفعش أقول الطبقة العلوية أو الطبقة العليا هي الطبقة السفلة ممكن يجي لي صح وغلط تحتوي الطبقة الصخرية اللي هي كانت من تحت خالص على طبقة صلبة ونسبة كبيرة من الدبال لا طبعا غلط تحتوي على طبقة صلبة دي اللي موجودة في القاع وفوقيها نسبة من الصخور تمام كده طبقات الطربة وعرفنا الأسئلة اللي ممكن تيجي على الجزء ده نشوف مع بعض الكائنات الحية اللي بتعيش في الطربة قلنا الكائنات الحية اللي بتعيش في الطربة دي في منها مثلا ديدان في منها حشرات في منها بعض الكائنات في منها نمل تعالوا نشوف مع بعض الكائنات اللي بتعيش في الطربة دي عبارة عن ايه الكائنات اللي بتحية في الطربة دي بتنقسم إلى حاجة من الاتنين مش احنا كنا بنتكلم عن الدبال انه هو بقايا كائنات سواء نباتات أو حيوانات يبقى اللي بيعيش في الطربة نباتات أو حيوانات نباتات إزاي؟ جذور النباتات أو أوراق الأشجار وأجزاء أخرى طيب بالنسبة للحيوانات قلنا بعض الحشرات والنمل وبعض الديدان تعالوا نتكلم مع بعض بالتفصيل عن كل حاجة فيهم بالنسبة للكائنات الحية في الطربة بصفة عامة نباتات وحيوانات طيب تقسيمة النباتات أو انقسام النباتات بتنقسم إلى حاجتين جذور وأوراق ونباتات أخرى تمام؟ يبقى أنا عندي الكائنات الحية اللي بتعيش في الطربة بصفة عامة نباتات وحيوانات النباتات بتنقسم لجزئين إيه هم؟ جذور وأوراق نباتات أخرى طيب بالنسبة للحيوانات الحيوانات عندي نمل وديدان وأنواع مختلفة من الحشرات تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا تقسيمة الطربة شكلها عامل إزاي؟ مكونات الطربة إيه؟ الكائنات الحية اللي بتعيش في الطربة إيه؟ كائنات الحية بتاعتنا نباتات وحيوانات الحيوانات بتاعتنا هي عبارة عن نمل وديدان وبعض الحشرات النباتات بتنقسم لتقسمتين يا إما جذور ودي اللي بتثبت النبات في سطح الطربة وموجودة في الطبقة العليا من الطربة يا إما أوراق نباتات أخرى ودي اللي لما بتسقط وتتحلل بتعملي جزء من الدبال شفنا مع بعض شكل الجذور الجذور دي سبتة جوة الأرض عشان تثبت النبات ما يتحركش أو ما ديش شوية رياح تحركه أوراق النباتات اللي هي بتنمو على السطح العلوي اللي احنا بديبقى شايفينها قدامنا اللي لما بتسقط بتكون الدبال وطبعا النمل والديدان وبعض الحشرات تعالوا نشوف مع بعض أهمية الكائنات الحية اللي بتعيش في الطربة ودور كل واحد منهم هنتكلم مع بعض عن الكائنات الحية اللي موجودة داخل الطربة ووظيفة أو دور أو أهمية كل واحد فيهم أو بيفيد الطربة ازاي ودورة حياته بصفة عامة بشكل سريع كده بتبقى عاملة ازاي كنا بنتكلم عن الجذور تي كانت أول حاجة معايا قلنا بتمتد الجذور في عمق الطربة ليه؟ ليه الجذور بتبقى موجودة جوة آخر قاعدة في الطربة أو جوة الطربة بصورة متعمقة جواها للحصول على الماء والمغزيات لأن الجذور دي اللي بتمتص الماء والمعادن والغذاء من الطربة وبتوصلها لباقي أجزاء النباتات من فوق فبالتالي النبات بيقدر يقوم بعملياته الحيوية وبيبدأ ينمو ونبدأ نحصل على الناتج اللي احنا عايزينه منه وكمان بتقوم بتثبيت النباتات في الطربة وتساعد في تماسك الطربة في مكانها يبقى أنا عندي أهمية الجذور تلات حاجات أول حاجة بتمتد في عمق الطربة للحصول على الماء والمغزيات سواء كانت أملاح سواء كانت أي حاجة الغذاء وصل للنبات تاني حاجة عندي بتقوم بتثبيت النبات داخل الطربة عشان النبات ما يبقاش في مهاب الريح ويبدأ يتحرك من مكانه تارت وآخر حاجة بتساعد في تماسك الطربة في مكانها ليه ده بيحصل؟ لأن الجذور عندي دي تبقى عبارة عن تشعبات موجودة خارجة من أصل واحد التشعبات دي بتلاقي كل جزء منها ماسك الطربة بشكل ما فهي بتربط الطربة حواليها أو بتجمع الطربة حواليها فبتخلي الطربة مش مفككة أو مش مفتتة فبتحافظ على تماسك الطربة تاني حاجة عندي الأوراق احنا كل ده كده بنتكلم في الجزء الخاص بالنباتات قلنا النباتات بتنقسم لإما جزور يا إما أوراق نباتات أخرى طيب الأوراق دي اللي هي قلنا عليها إيه؟ تسقط على الطربة بعض الأوراق التي تسبل أو اللي بتبقى ضعيفة شوية ومنباتها في النبات مش قوي لو جات رياح أو جات مطرة جديدة بتبدأ تسقطها من أصل النبات بتسقط فين؟ بتسقط وتقع على الطربة إيه اللي بيحصل لها بعد كده؟ طبعا ما فيش غذاء وصل لها فبتبدأ تتحلل لما تتحلل إيه اللي بيحصل؟ هي كده خلاص ماتت طالما فقدت الغذاء بتاعها طالما ماتت ووقعت على سطح الطربة وتحللت بتتحول إلى زي ما كنا بنقول دبال تمام؟ برافو عليكم تحولت إلى دبال الدبال ده بيعمل إيه؟ غذاء للطربة أو مصدر من مصادر الخصوبة للطربة يبقى أنا عندي بالنسبة للنباتات يا إما جذور يا إما أوراق الجذور ديها ثلاث وظائف أول حاجة بتمتد في عمق الطربة للحصول على الماء والمغزيات تاني حاجة تقوم بتثبيت النبات في الطربة من تحت تالت حاجة تساعد فيه تماسك الطربة مع بعضها في مكانها طيب تاني حاجة بالنسبة للنباتات كانت الأوراق لما بتسقط من النبات على سطح الطربة بتتحلل وتكون الدبال أو بتسهم في تكوين الدبال الذي يقوم بوظيفته كسمات طبيعي أو كمصدر لخصوبة الطربة تالت حاجة عندي من الحيوانات أو من الكائنات الحية اللي بتعيش في الطربة وهي الحيوانات بالنسبة للجزء ده في شوية تفاصيل كده عايزين نتكلم فيها الحيوانات دي احنا قلنا بتبقى عبارة عن إيه؟ قد تكون ديدان قد تكون نمل قد تكون مجموعة من الحشرات طيب الديدان دي أو الحشرات دي أو النمل ده بيعمل إيه في الطربة؟ بيبدأ يحفر فيها حفرة أو يعمل بعض الثقوب أو يبدأ يخرمها ليه؟ عشان يلاقي فيها مأوى أو يلاقي فيها مكان يعيش فيه يعمل لنفسه بيت يبدأ يضيط فيه أو يضع صغاره فيه ويبدأ يحصل على الغذاء وممكن مكان مثلا عشان يحوش فيه الغذاء فيه كائنات بتطلع في فصل الشتاء تلم غذائها عشان طول فترة الصيف ما تطلعش والعكس صحيح يبقى أنا عندي هنا الحيوانات دي بتعمل إيه؟ تصنع العديد من الحشرات أنفاق في الطربة حيث تبني أعشاشا وتضع البيض يبقى أول حاجة بتعمل الأنفاق دي ليه؟ علشان تعمل بيوت لنفسها أو تعمل مكان تعيش فيه وتضع فيه البيض طيب الأنفاق دي هي بتبقى بيوت ومكان لوضع البيض ومكان لتخزين الغذاء فقط؟ لا طبعا الأنفاق دي عاملة بالزبط زي ما يكون معانا قطعة من الكيك لو جينا نبص في الجنب بتاعها كده هنلاقيها مليانة مسام المسام دي بتعمل إيه؟ بتدخل هوى عشان ما تبقاش مكتومة في بعضها التربة ما تبقاش طبقتها دخلة في بعضها فلا تسمح بالهوى لأنه بعده بتنتص بعض أنواع الغازات من التربة يبقى نتيجة صنع البيوت دي أو الجحور دي بتبدأ الأنفاق تسمح بمرور الهواء والماء والمغزيات ليه؟ لتمر بسهولة خلال التربة وتجعل نمو والغزور أمر سهل ليه؟ علشان النباتات تحصل على ما تحتاجه من مغزيات يبقى تعالوا مع بعض نقولها بالترتيب كده أول حاجة الديدان والنمل ومجموعة الحشرات بتحفر أنفاق ليه؟ عشان تعيش وتضع بيضها الأنفاق دي فايدتها إيه؟ بتجعل هناك مسام تسمح بدخول الماء والهواء والمغزيات إلى أجزاء التربة المختلفة مين اللي بيستفيد؟ الجزور بتمتص الماء والهواء والمغزيات من التربة وتوصلها إلى أجزاء النباتات إيه اللي بيحصل للنبات؟ بيبدأ ينمو ويعيش وبيبدأ يحصل على انتعاشه أو يبدأ يحصل على غزاءه من التربة هذه الحيوانات بتوضيف المغزيات إلى التربة إزاي؟ عن طريق مثلا المخلفات بتاعتها ودي كتنوع من أنواع الأسمدة الطبيعية اللي كنا نتكلم عنها المرة اللي فاتت صحيح ما بتبقاش بكميات كبيرة أو بالكميات اللي بتخلي التربة خصبة بس أعداد الحشرات دي كبيرة جدا بتسمح بأن هذه العملية تبنى طيب في طريقة كمان إنها تكون مصدر من مصادر خصوبة التربة الحشرات دي لو ماتت في مكانها داخل التربة أو داخل الأنفاق اللي بنتها بتتحول إلى دبال الذي يعتبر سمات طبيعية ومن مصادر خصوبة التربة اللي بتساعد بدورها في نمو النباتات يبقى أنا عندي بالنسبة للحيوانات تعالوا نتكلم كده ونلم المعلومات بتاعتنا كلها هنقول يصنع العديد من الحشرات أنفاقا في التربة بحيث تبني أعشاشا لوضع البيض يبقى سكن ووضع البيض أذي رقم واحد تاني حاجة تصنع أيضا أيضا الديدان أنفاقا في التربة حيث تسمح هذه الأنفاق للهواء والماء والمغزيات لتمر بسهولة خلال التربة وتجعل أيضا نمو النباتات أمر سهل ليه؟ لأنها تحصل على ما تحتاجه من مغزيات من التربة تالت وآخر حاجة عندي إن الحيوانات دي بتضيف المغزيات إلى التربة وعندما تموت تحت الصفحة تتحلل أجسامها ببروء الوقت وتكون ألدبال كده عرفنا مع بعض النباتات والحيوانات سواء نباتات جزور أو أوراق بتعمل إيه في التربة أو إفادتها إيه بالنسبة للتربة؟ تعالوا مع بعض نشوف مجموعة من الأسئلة عرد السنة النهاردة أول مجموعة من الأسئلة بتاعتنا النهاردة بتقولي أكمل ما يلي عوامل تفتت التربة كنا بنتكلم إن مكونات التربة تلاتة إن عوامل التفتت بتاعتها تلاتة برضو وقلنا إن التلاتة لما بيحتكوا بالتربة بيغيروا شكلها من حاجة لحاجة تانية العوامل التلاتة دي اللي هي كانت إيه؟ كانت الرياح، كانت سرعة اندفاع الماء أو اندفاع الماء وكانت درجة الحرارة المختلفة على مر العصور نشوف الإجابة مع بعض أول حاجة اندفاع الماء، تاني حاجة الرياح، تالت حاجة تغير درجات الحرارة السؤال التاني بيقولي تتكون التربة من كام طبقة؟ إحنا قلنا إن فيه طبقة التانية التالتة والتالتة فيها طبقتين فرعيتين بس هنتكلم عن الطبقات الأساسية فهي تتكون من ثلاث طبقات نرجعهم مع بعض طبقة العليا، طبقة الصفلة، طبقة الصخرية تتكون التربة من ثلاث طبقات طبقات التربة هي، لسأيلنا في السؤال اللي قبلها طبقة عليا، وزي اللي قلنا موجود فيها الدبار والجزور وبعد أنواع السخور المفتتة تاني طبقة، الطبقة الصفلة، تقع بعد الطبقة العليا وتحتوي على نسبة قليلة من الدبال تالت وآخر طبقة بتحتوي على الطبقة الصخرية اللي هي جزء صلب بيقع في القاع والجزء اللي فوقي مجموعة من السخور المفتتة أو طبقة من السخور المفتتة سؤال كمان بيقول لي تحتوي الطبقة العليا من الطربة على طبقة العليا من الطربة قلنا كان جواها تلات حاجات اول حاجة نسبة عالية جدا من الدبال او كل نسبة الدبال بتقع في الطبقة العليا تاني حاجة عندي جذور النباتات اللي بتعمل على تسبيت النباتات في الطربة وبتعمل على تماسك الطربة مع بعضها وبتوصل الغذاء من الطربة الى الاجزاء العليا من النبات تالت وآخر حاجة بنحتوي عليها الطبقة العليا هي أجزاء صغيرة أو مفتتة من السخور كده عرفنا مع بعض أسئلة أكمل اللي ممكن تيجي على الجزء ده تعالوا نشوف مع بعض ضع علامة صحة أو غلط ونشوف إجابتنا تبقى عاملة إزاي تصنع الديدان أنفاقا تضر بالطربة طبعا الإجابة خاطئة ليه؟ لأن الأنفاق دي بتعمل مسام في الطربة بتوصل للطربة ماء وهواء ومغزيات فبالتالي الطربة عندي بتبقى طربة خصبة أو طربة لينة ممكن أزرع فيها بس مش بس العائد أو النفع بيعود على الطربة لأ ده كمان الأنفاق دي بتسمح للجزء لأنها تمتص الماء والمغزيات وتوصلها للنبات يبقى الأنفاق دي مفيدة سواء للطربة سواء للنبات طب بيقولي النمل والحشرات تضيف المغزيات للطربة وتساعد في تكوين الدبال طبعا الإجابة صحيحة ليه؟ لو هي عايشة عن طريق المخلفات بتاعتها وعن طريق الأنفاق اللي بتحفرها ففي الحالتين بتغزي الطربة لو ماتت بيتكون الدبال من بقايا الأعضاء المتحللة أو من بقايا جسس هذه الديدان أو الحشرات سؤال كمان بيقولي من العوامل التي تساعد في تفتيت الصخور الحرارة واندفاع الماء هو قال لي هنا من العوامل التي تساعد على تفتيت الصخور الحرارة واندفاع الماء دي إجابة صحيحة لكن لما يجي يقولي من العوامل التي تساعد في تفتيت الصخور أو تفتيت الطربة اندفاع الماء والحرارة فقط أقوله لا إجابة خاطئة لأن فيه كمان أرياح لكن طالما ما قال ليش كمان فقط فالعبارة صحيحة عندي مش لازم يذكر لي كل حاجة سؤال كمان بيقولي يكثر وجود الدبال في الطبقة السفلة من الطربة قلنا الطربة بتتكون من ثلاث طبقات عليا وسفلة وسخرية يكثر وجود الدبال في الطبقة العليا من الطربة طب لما يجي يقولي أسئلة علل تعالوا نشوف مع بعض علل ممكن تيجي عاملة إزاي على الجزئية اللي فاتت أول سؤال بيقولي ديدان الأرض تقوم بدور مهم للطربة هنتكلم عن الجزء بتاع الديدان بالتفصيل من أول إنها بتبني أنفاق كسكن ومكان لوضع البيض الأنفاق دي بتسمح بمرور الماء والهواء والمغذيات داخل الطربة بيسمح ذلك بمرور الماء والمغذيات إلى جزور النباتات ومنه إلى النباتات وإن الحيوانات أو ديدان الأرض دي بتغذي الطربة أو بتقوم بتغذيتها سواء حية عن طريق الأنفاق اللي بتحفرها أو المخالفات بتاعتها سواء ميتة عن طريق الدبال تعالوا نشوف مع بعض الإجابة النموذجية هنقول لما يجي يقولي أعلل ديدان الأرض تقوم بدور مهم أيها طبعا بتقوم بدور مهم حيث أنها أو لأنها تصنع أنفاقا في الطربة وتبني أعشاشا لتضع البيض دي أول حاجة تاني حاجة تصنع أنفاقا في الطربة حيث تسمح هذه الأنفاق للهواء والماء والمغذيات لتمرر بسهولة خلال الطربة وتجعل نمو الجزور النباتية أمرا سهلا ليه؟ لأنها بتحصل على ما تحتاجه من مغذيات بتوصله للنبات طيب تالت وآخر حاجة عندي تضيف المغذيات إلى الطربة وعندما تموت الحيوانات دي أو الديدان دي بتضيف المغذيات إلى الطربة أثناء حياتها عندما تموت تحت السطح بتتحلل أجسمها مع مرور الوقت وتكون الدبال يبقى إحنا كده لمينا الجزء بتاع أهمية الديدان أو أهمية الحيوانات اللي بتعيش داخل الطربة بالنسبة للطربة طيب عندي سؤال كمان بيقولي يعلل جذور النباتات تقوم بدور مهم كده رجعنا للجزء الخاص بالنبات سبنا الحيوانات رجعنا للنباتات جذور النباتات ايه المهم فيها؟ قلنا إنها بتقوم بامتصاص الماء والمغذيات من الطربة وبتوصلها للنباتات أدي نقطة طيب النقطة التانية بتسبت النبات في سطح الطربة أصلا ودي من أهم الوظائف اللي بتقوم فيها ليه؟ لأن لو الجذور بتاعتها مش سبتة في الأرض هنلاقي النباتات بتتحرك وبدأت تقع وتميل وتموت تارت وأهم موظيفة بتساعد في تماسك جزيئات الطربة أو في تماسك الطربة مع بعضها نشوف مع بعض إجابتنا هنقول لأنها تمتد في عمق الطربة للحصول على الماء والمغذيات تقوم بتثبيت النباتات في الطربة كما تساعد في تماسك الطربة في مكانها اختر ما بين القوسين بيقولي تساعد جزول النباتات الطربة في أن نقط مكانها تتفكك تتلوس تتماسك الإجابة بتاعتي تتماسك مكانها بتجعل جزيئات الطربة متماسكة آخر سؤال عندي في اختار مما بين القوسين تساهم نقط في تكوين الدبال أوراق الأشجار ولا الحيوانات والحشرات ولا جميع ما سبق الإجابة بتاعتي جميع ما سبق لأن سواء الأوراق اللي وقعت سواء الحشرات اللي ماتت الاتنين بيساعدوا في تكوين الدبال كده يبقى احنا درسنا خلص جمعنا كل المعلومات الخاصة بالطربة من حيث المكونات ومن حيث الشكل ومن حيث الملمس من حيث الكائنات الحية اللي بتعيش فيها ووظيفة وأهمية كل كائم من الكائنات دي يا رب يكون درس النهاردة سهل ونكون استفادنا منه واشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله